اشتركوا في القناة الحكومة على واحد الإشكالية المحطوطة عن المغربة أسالت ما أسالتهم من ميداد جينا اليوم باش نسمع الحكومة والله ما لقيت ما نرد على الحكومة لأن الحكومة جاءت والو إشكال بقات في أجوبة فضفاضة درنا الاستثمار درنا كذا نحن جينا لواحد الإشكالية اللي عندها جدو الأعمال محداد واضح إشكالية اللي مطروحة اللي فشلت فيها الحكومة في تحرير قطاع القطاع المحروقات أجي قولنا شنو درتوف هاد شي بالضبط درنا السيد الوزير المحترم سير باحة صديقة عزيز قلت يا ودي أين أنتم قلت إحنا ما عرفنا شنو ما قلت الأخ السيد نائي المحترم قلت يا حفين أنتم ما نحن ما معكم شف هاد شي احنا مع البلاد مع الوطن حزب الأصامة المعاصرة قلت حتى نعرفكم أنتم فرنا نقول لك حنا فرنا السيد الوزير حنا نباشي معاد الفويسساء أو المصيب الكحلال اللي اللي كنعيشوها قدامنا دابا واش هل يعقل لخير دليل تدخلت لي سمعناها أنه في حكومتين ما اللي بارح كنشوفه في ألمانيا اختلفوا على نقطة الهجرة بسيطة اللي كي يحترموا الرأي المواطن واللي كي يحترموا الأمن الملعقة على العاتق ديالهم واختلفوا قدم وزير داخلية وقدم استقالته وانتم ما ما اتفقتوا على التحجة ومستمرين والله يلا باز هاد ينقول لك الكلمة اللي يقول تسي الوزير قد ينقول لها وباز والله يلا باز واش تبع حولتوا السيد الوزير انتما خاصة حز عدام حولتوا هاد الأمر نقول لها أمر اللي كي يهم المغاربة كاملين ومع الأسف الشديد باش نهضروا على إخفاق الحكومة من الإخفاق من الإجابة ديالها على على هاد الأمر ديال التحرير حولتوا إلى محاكمة يعني بدلتوا الأنظار للمغاربة باش نحاكموا الشركات نحن 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 بالحكم الشركات السيد رئيس الفارق السيد الأزمي وكل وكل احترام وانا معاه فاتش اللي قال على انه هاد المنبر للبرلمان مخصوش تستغل باش مكننا ندفع له بيان وعاوتاني مخصوش تستغل باش نصفيوا حسابات سياسة ويا بين الأحزاب مخصوش تستغلوا هاد المنبر هذا مخصوش اللي عندكم صفيوا في الحكومة ما تصفيوا شنا وما تسمعوا وهذا القطاع منهر اللي منهار اللي دلتواري ولا يختلفوا داخل الجامع الفاعل السياسي المغربي لا يختلفوا اثنان على الدواعي ديال هاد تصفيوا الحسابات بناتكم بين حزبين في الأغلبية واللي قدرتوا هذا المنبر هذا ماطية باش تصفيوا حسابات ديالكم هنا والشيء اللي باسم الفوصل باسم اللي قالوا السياسي الأزمي كان رفضوا باش يمكن تستعمل هذا الاخر وغادي نقولوا الحقيقة ما قلتوا في الاستثمار العمومي قلت يا خلينا استثمار عمومي السياسي الوزير استثمار العمومي تسعى تسعى يعني مئة وتسعين مليار درهم كنت نجز فيه ثمانية وثلاثين في المئة وبقى ثمانية وثلاثين في المئة وما كنت شوفوا منه تشعج على أرض واقع اللي استفد من السياسة من السياسة ديال التحرير اللي استفد منها هو العج ديال الميزانية اللي وصلتوه لهروب الأمام نقولوا الواقع ما استفدش منه نفكين نهائيا استفد منه فعلا استفد الدولة باش ما تلتجوش مرات الاخرى الاستيدانة لأنه وصلتو الخطوط الحمراء وقلوها ودك شي كله خديته يعني بكل يعني أقل طريقة يعني أسهل طريقة وأنه نجو العجز نخدوه من جوي المغاربة من المغاربة شمكين له نقصوا بالعجز قلصتوه من العجز من الميزانية ما خلقتو به التحجة نهائية لأنه ما كنت شعج على الأرض الواقع الأرض الواقع ره مزرية السيدان الوزرين أرى الواقع واقع كل فيما يخص المسألة أما فيما يخص أما فيما يخص قديل يلا هذا هذا القديل اللي قلتوه الحلول نحن لله يخليكم باش نكونوا واقعيا نحن ننشول هذا الأمر لأننا نضع نظر لضيق الوقت أنا معرفة خمسة دقيقة ما يمكننا نقوله في إشكالية بحال هذه أغن نمشيو الحلول أباكرو في الواقع شنو هو وأنه مزيان هادشي اللي تقال هادشي اللي تحرر مزيان خفقتوه فيه قوله وخفقتناه ما كي مشكل تحرير مزيان درتوه وخفقتوه فيه مزيان ما كي مشكل نصلحوه شلو غصوية صلاح والله يخليكم قلت وراء السيد وزير غير كافي أنه قلت وراء السيد النائب شكرا 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 شكرا